اشتركوا في القناة كلها مخطوطة في موقف حريق يا صلاة نعمل ايه؟ انت شاي الهم ايه حاجة؟ القضية والعب يسنهال وخلاص سليم الأنصار انا هجيبه حتى لو كان فقطنا انا بصي من اخلك كل الشابل معي خلعهم محدش منهم هيكمل في القصة دي وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد انا عملت اللي عليا ولا انت هيستكل عليا عارة ابو تامر مش عارف وقفتنا مع لطف داها هتودينا لحد فيه وما بعد موصلوك راحو فيه لو ساعدتوه على انه يغرب هتبقى بانطروره مش بتفيده انتو اللي اترتوه يعمل كده؟ لو حاول يتصل بيه يريد تبلغوه انه يعمله دا مش هيفيده على مهلك تعالي في البيب بسرعة على مهلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتحكي يا فندم دلوقتي اعنى حاجة حضرتك يعني تشوفونا دكتور بسرعة عشان الجرح اللي عمال ينزف دا لا دكتور ايه انفعش ما انفعش ما انفعش يا ابراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا ما انفعش يعني ايه ما انفعش اومن هنسيبك بالحالة اللي انت فيها دي انت مش شايف منظرك عامل ازاي معلش هاتي حاجة نروبط بيه الجرح ودلوقت نزيفه وافي نروبط ايه بس يا عمم احنا رابطينه من الصبح وعمال ينزف برضو ما انفعش يا ابراهيم مش بعد كل اللي عملتو دا جا تميسك هنا ما تتميسك احسن ما تموت هنسيبك وانت بالمنظر اللي انت في دا طيب انا بقول لحضرتك حاجة في هنا اجزخان قريبة من ايه ايه ولي طيب لو صمحتي هاتي ورقة وقلم بسرعة عشان اكتبلك شوات حاجة تكبه هل طيب ايه كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرج من المقابر عشان كده عايزكوا في اسرع وقت بتشدد المراهب على بيت سليم وبيت ابراهيم وتعمل لي نشرب مواصفات الموتسيكل اللي البنت قالتها حاوض ريفان والاعلة اللي حاولوا يعتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح متكتير قوي وده فانديم بصراحة موضوع محيارني شوات ايه اللي محياره؟ يعني كلام البنت على سليم والموقف الرجول اللي وايف معها مش عارف هو موقف رجوله صحيح تحسب له لكن لا تأذر وزيرة وزراء اخرى سليم متهم بتعذيب شاب قدى الى موته يعني مجرم وهربان ولعد على عوزها سليم لازم يتجنب يتجنب فانديم مش شدك اللف هدا يبقى الهدن بتاع بليه اللف الابرة البرا كده ماشا يا عمب السوابق فان عليك ان انت خبرة عرفت البت الحلوة دي ازاي سبحان الله يا اخي الحرامي رزق واسع حتى في الحريق شب تب... كل حاجة هاوا كنanged بس الي مفيس حاجة نقصة كله تمام بس في حاجة نقصة وما قلتش لبن الاول كنت جبتها لك طب قول بسرعوان هروح بس دي حاجة منفعش جبامل اجزخانة حاجة لازم مع البنج الموضع عشان يقدر يستحمل حاجة ايه سنة افيون نعم يعني ازازة خمرة حباية ترامدول يا عم انت جنسك ايه بالزبط هتجيب الحاجة انت منين انت بتفهمش ما هو مش هينفع كده لبنج الموضع الواحده مش هخليك تستحمل حاجة مش فتحة صدر ايه ولا فتوانها عم السوابق سوابق ايه ده زابط في العمليات الخاصة زابط في العلاقات الخاصة ازاي يعني زابط يعني ايه زابط دبابير يا عم اخلص يلا حادر يا باشا هو انت دكتور يعني ايه هو اللي يعني دكتور ولا مش دكتور يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني يا عم اخلصني حادر يا باشا يلا فريدة هتليف كتا بس ولكش ده يلا يلا يا ابن انا استحمد يلا يبهتلنا معاك يا ابا جورة بزي بتاع اطفد عباليك كده عشان انا اناوري على الدار بس الدمت كمان تتعمل لي قلبا مفتوح حادر يا باشا حادر يا باشا يلا يا عم اخل بتاع ده واخسل ايه ده طحرها واجهبك اخد نفس جابي ده يا رب بحق هذا الفجر تسترها مع سليم ابني يا رب وديك فيه شر نفسه وشر المتربسين بيه يا رب انت عارف انت قايتك انتقف تربيته وانت عمي يا رب وحيات عبيبك النبي ما تسويني فيه يا رب يا رب يا رب طالله من احنا تودين احنا من ناس غيرك يا رب يا رب تفتك رحيبق كويس ان شاء الله غفن ان شاء الله هتطميني بس ده شكله ضعبان اوي هو أمر طبيعي إسحادتك يعني أصله هو الجرح نزفه والنزيف ده بيعمل هبوط ده غير إنه هو مدأش حاجة من ساعة مهربنا هو أنت زي مش دكتور وشاطر قوي كده فاندم يعني الظروف قطة عايز أخش كلية طيب الحمد لله فاندم أنا بشتغل تمارجي في مستشفى بقلي 25 سنة تمارجي وشاطر كده والله يبرافو بيكت متشكرة قوي اللي انت عملته مع سليم هيفضل جميل في رقابتنا لحد يوم الدين جميل إيه بسة فاندم هي الوصول فيها جميل سليم بيعني خير وثابت هربنا وحماني وتعور مكاني ربنا بس قوموا بالسلامة اللي هو صحي زابط أيو زابط شرطة أيو زابط شرطة هم الأهل اللي خليهم يعملوا في كده ويلبسوا كلبش دي حكاية طويلة قوي بس انت إيه اللي وداك النية بأصلا والله يا فاندم بردو حكاية طويلة وداح ان ساعتك يعني بتعزيه تطمن ان شاء الله هيبقى كويس أنا ما عنديش أغلى منه في الدنيا ديه طيب اعتبر بقى ان البيت بيتك لو عايز تشرب أي حيك يعني وكده عن قسنك مشرب ايه احنا هلمت مكروح عمرك ما تتغيري لسانك عمز المبرد ما بيرحمش محدش فينا بيتغير يا سليم ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت والله اللي مفروض يتغير هو اللي عنده مشكلة ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجنحين ما بتغلطش؟ لا بغلط بس على الاقل بان اهضم طبيعي عرفت ليه احنا سبنا بعض؟ لا بصراحة ما عرفش ويا ليه بحضرتك تفهمني عشان عنده المقوحة اللي عن فاضل للنهار ولا مش عشان انت عايزني عسكر من العساكل بتوعك روحي هنا وتعالي هنا انتي يا بنتي ما تعلمتش حاجة خالص من اللي حصلت؟ كنت بالسانيك انت اللي تتعلم حادة معلش أسفة صحيتك ده ما لا يهمك يا فهي وهو سليم هيفضل نايم كده لا ما تخافيش هو زي الفل الحمد الله أنا تطمنت عليه واستله الضغط والنب والحمد الله النزيف وقفه بها زي الفل طب هو ما بيفوقش لي أنا خاف هيكون في حاجة لا ما تخافيش هيكون جراري يا فريدة ليش ساومتش ما تخافيش على معلك على معلك حمد الله على سلامتك حمد الله على السلامة يا وحش لو ما أغذى يعني حمد الله على السلامة يا سليم باشا الله يسلمك يا أبراهيم لا عليش تعبتك مع ايه مع انه كتبت شاهد انا مسلمك دراعي قلت خلت شكرا على كده خلصت ايه الكلام السخيف بتاعك ده بعد الشر عليك يا باش انا ما عملتش حاجة ده سعدتك اللي سبقت بالخير يعني وتعورت بسبب وحشت عندي وما أغذى يعني ده عشرة كلابش ومش اي كلابش ده كلابش مع ظابط مش تقول يا باشا قدك عرفت يا أخوي هتعمل لي يعني زمنك ميت منكوع هقوم عمل لك حاجة ده كلها انا قاسف يا سادت اللي هو ان انا قلعت السجارة في وجودك انا منكرش يا سادت اللي هو ان انا انا تهزيت شوية من جواها بعد ما عرفت اللي عمل مع البنت اللي قدهشني أكتر ان انا سمعت البنت وهي بتدعيله مع ان واحد في ظروفه دي مفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع صغري بقوي بس كل ده مالوش علاقة بالقضية بالمناسبة يعني وبردو مش معناه ان سليم مجرم ما هو ياما في مجرمين بطلعوا فلوس لله طجر مخدرات خارجين على القانون قتل وفاتحين بيوتناس غلابة كتير قوي بتبرعوا بفلوس لله كتير ما هو عزت اللي هو زي ما تعلمنا ما في الشر مطلق ولا خير مطلق يعني فيه حد بيعمل شر على طول ولا فيه حد بيعمل خير على طول يعني مش معناه انه عمل كده مع البنت انه ما عزبش الواد لحد الواد ما مات في ايده بس برضو ما فيش حد قال انه تعمد يعزب الواد لحد ما موته يمكن الواد استفازه شوية يمكن هو كان كان مزنوق فرشين والشيطان لعب في دماغه يمكن ضغط على الواد شوية ضربه الوادنات في ايده طي رأي كسد اللي هو هاو ما عمل لك قهوة سيبك من القهوة باسمعيني وانت بري بركز معاش هتفهم اللي اقوله معنا ان صلاح التوخي يروح بيتنا يبقى بركز في الموضوع ويشاله على صدره انت كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط لما اخذي عنا اسليم بيه هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه اقول كده ليه هو فيه بينكم ضديقات قبل كده صلاح التوخي في الوزارة معروف عنه نظابة نظيف وجامد ما فيش قضايا مرة يمسكها غدا ما يجيبها اخيرة بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه صلاح التوخ خايف مني على سمعته مش بس كظابت شاطر كظابت شريف كظابت شريف يا فندم هو ليه جديد 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 يا فندم انا ساب ساعتك من ثلاث ساعات كم ساعة دول ممكن يغير الدنيا سليم ممكن يخرج من المحافظة يروح محافظة تانية وساعت انتو مننا تماما يا فندم هيخرج يروح في اين وهو مصاب زي ما البت قالت ما هو ده سوال لازم نلاقي الوجابة تفتكر سليم ممكن يروح فين صلاح التوخي همه الفترة اللي جاي دايق الدنيا علينا يعملنا كمان في كل حتة في مصر وهدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا احنا خطوبتنا تفسخت من زمان وما فيش حاجة تربطنا ببعض قصدي يعني ده اللي باين للناس عندك حق انت صح بس ده دلوقتي بس لكن قدام شوية هيوصلك يعني هيوصلك عشان كده لازم نخلص من اي حاجة ليه علاقة بينا في البيت ده احنا وزعنا صغيرهم على كل الكمان يا فندم زي ما ساعدتك امرت مستحال يا فندم مستحيل يطلع برا القايرة وانا باعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام ساعدتك بتهيلي كده فندم يومين بالكتير وسليمي بقى في قدنا انت اريت ملف سليمي الانصاري كويس اوليد اه اي فندم اظنش انك اريته خالص لانك لو كنت اريد ملف سليمي الانصاري ما كنتش هتبقى متطمن قوي كده سليمي الانصاري ماهوش مجرد ديلر عادي او زابط كرش واسع ومرتاشي سليمي الانصاري كان متفوق طول ايام درسته كان ممكن يدخل اي كلية من كليات القمة زي طب او هندسة او صيدلة لكن اختار بنفسه من يدخل الشرطة وطول ايام درسته في الشرطة كان متفوق تماما اشتغل في المباحث في العمليات الخاصة واسبط كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحاب الاوكار ومكافحة الارهاب سليمي الانصاري مش مجرد مجرم عادي وسهل تقبض عليه زي ما انتم متصور كده وليد ارجع اقرى ملف سليمي الانصاري تاعي يا وليد فهمت يا فريدة؟ اي حاجة جي عليها دا من بارة حطيها في كيس سود ورميها في صندوق زبالة بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل مفهوم؟ مش ومترممش كله في مكان واحد خلي السنين كلها بعيد عن بعض وفي كل مكان ارمي حاجة تمام خلينا بقى في المهم الموتسيكل واحنا خبينها تحتها بشا في المخزن بتاع الفيل ماينفعش صلح الطوخ ام حاجة دلوقتي هيدور عليها يا الموتسيكل لو لقى هنا في البيت دا فريدة تروح في الستين داهي هنعمل في ايه؟ الموتسيكل دا وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري اي نعم احنا ما معناش نمرته لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفة لو جدعانتوا يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خطفين البنت هنعرف منهم نمرته الموتسيكل حاضر فان هجيبلك العلدي النهار دا فان من شون فاسيط الموتسيكل دا لازم يختفي بس قبل ما نخلص منه لازم نشيبنا علي اي حاجة تربوتنا بيه دم بقى بصمات اي حاجة يعني افهوم؟ تمام طب بالنسبة للموتسيكلة باشا اتا كده جيت في ملعابي بقى كليه بتفع في المكانيكا اي باش اسلا انا وانا صغير زمان كنت باشتغل المكانيكا يعني مع واحد جرنا اسمه اللوست علي الحظ فاللوست علي الحظ دا كان بيعمل دماغ كتيرة ومرا الحظ خان وفراحة المكان هيبقى فيه فانا سبت وراحت اشتغلت في محل طعمية اول ما دخلت بالمحيل ام ناصر بقى جاي بتفتح الانبوبة راح تضربة خلاص يا ابراهيم خلاص فريدة انت عنديك هنا عده؟ عندي اهو فيه في العربية كمان طب كويس الموتسيكلة دا لازم يفكك مصمار مصمار ويتغسل كويس عشان ساعتها تقدر تعملي زي الحاجات التانية ترمي كل حتة في مكان تمام والاهمة كمان هخليلك اكبر حتة في الموتسيكلة دا قد كده بس دوني حتة دا الموتسيكلة انت بقى ابراهيم انا مال يا بيه هتفككنا انا كمان انا عارف انت وجدها ومش خايا بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بيتشاصك في حد حتى الابوي اللي ارحمه تهتفضل معي ولو فكرت تبعد عننا ابراهيم انا هضربك بالمار يا باشا هسيبك وروح فين يعني انا كده كده غرز معاك ساعت الباشا يعني هسيبك وروح اسلم نفسي للحكومة ولو روحت بيتنا برضو الحكومة بتقبض علي الحكومة بتدور علي من ناحية وحسن الضبع بدور علي من ناحية تانية حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك يا بيه بعدين بس لما نخلص من اللي في اداب وبعدين يا بيه انا هستفيد ايه يعني ان انا اخذر بيك ماشي بس الحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معاه صلاح الطخي لو مسكك مش هسيبك غير ما تقوله مكاني فين لان عارفه صابت غلص ومش هحلك اه طبعا احنا هنفضل مرقبين بيت الودي اللي معاه اللي اسمه ابراهيم الزني ولو اني متأكد انه مش هيظهر لان سليم مش هيفرد بسهولة في الرجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجة بقى هيفضل مخليه معاه طول يا فاندي معا صابت غيرا لو سمحت هتلي العدة يا عيسى فاريدة من هنا يا حاضر قولي يا فاريدة اللي باب الوارة مقفولة لا طب روح انتي بس ان ابراهيم هاجي معك عشان الفكر ما تسيت تيجي معايا فين يا بيك واجرحل في ذراعك عسانية تفتح مجولش ان ماك بالذراعي يلا انا مقدر يا بيه مقدر وعرف ان انت شاكك فيه وأكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن اكيد مجرم هتتطمن له ليه كويس انت عارف يا برايمو مقدر بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبة اللي احنا فيها دي واحنا الاثنين برضو خطر على بعض لو حد فينا اتمسك هيودي تاني في ستين داهي وقد بيش حل تاني يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه ما تنساش اني ساعدتك كنت رايح السجن انت كمان برضو يعني ما كنتش رايح مارينة انا مش عارف لحد دلوقت هيودي وصابة السجن ولا يكلبشه ليه ده الواحد بيخافي هو بنحة الاسم يا بيه اه والله لما بابقى رايح اعمل ورقة ولا اي حاجة في الاسم وحط ايدي على قلب ويقول يا رب انجدني بس بصراحة يا بيه يعني انت غيره اه والله وبعد موقف الجدعانة والشهامة اللي انت عملته مع البيت الغلبانة دي وكنت هتودي نفسك في دهي واضحي بنفسك خليك كبيرت عندي اوه اسليم بيه والجدعانة بيه عند ولادي البلد ليها مقام كبير تعال معايا بيه تفضل اطلب رايح وما تج ماز يا بيت زراع والات اصدين على موى الحبيث اخر theirs اصدرهم ونذهب another واحدى إذا كان على زناتي إرشين هيسكتوه نعم زناتي مين؟ طب والزابط؟ الزابط ده ما يخوفش ناملة بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب انت مش عارف الدخلية مقلوبة عليه إزاي؟ بعدين يا حماد بإيه؟ الراجل بتاعك طلق بينه وبين الزابط سليم طار يعني ما بيختمش لله في لله مين؟ تقصوا تاميم؟ ياه يا سيدي تاميم محضر التحريات اللي اتعمل على سليم بيقولوا إن هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربيت صاحبك في كمين وضرب البادي جارد اللي معاه علقة لما فرط عظامه يا راجل يا أخوانا حيفد نيه الهاري ده في موضوعي؟ إزاي هيفدنا في إيه يا لطفي؟ الراجل ده بحسسنا وبيعملينها جميلة مدام الطار واحد يبقى المصلحة واحدة مش كده قال لي يا سيادة النايب يا أبراهيم إيه الأخبار؟ كله طبعا مية مية فكتلك الموتسيك اللي جي 25 حد وحطيت كله في شنطة العربية عن إذنكم هاخسن لده بالشحر ما تقلقش بقى كل حاجة بقت زي الفل عبنا يا سترة إن شاء الله بقى لش في ريطة قلت عليك بس انت عارف بقى أنا ما ليش غيرك طب طبعا ما لكش غيري بقولك إيه أنا هطلع أغير هدومي عايز أروح الشغل أاخد أجازة وبعدين هعطي على منطق أجاز سليم مينفقش أجاز طبعا مش عايزين أي حاجة غريبة اليومين دول ترفض النظر أيوة يا سليم بس هتسمعيني بقى ما تتعبنيش بقى حاضر مش سلميلي على أمي وعلى سلم وطميني يوم علي مشي على فكرة إبراهيم دجات عطي ابو ابن حلال انت مش متخيل عمل معك إيه وكان بجد خاف عليك من قلبه غيبين ما فيش حد لي أمان في الدنيا دي اليومين دول أنا هروح أغير بقولك صحيح معلش أنا كنت أحتاج من الخدمة قولي عايز تلفون وخط بس ما قولوش بيسم حد انت عافي أنا كل الناس اللي حولها بترقبين دلوقتي هتعرف ايه هعرف يا أستاذ أنا مديرة أكبر شركة موبايلات في مصر شو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك أهو نفعك أهو دلوقت والنبي ده وقته أهو وقته مبروك الإفراج يا شابح شوفك هتديني حق نائدي ده ولا ماذاك على حق يوم السادة يا انت ساحيتك جات على الحبس مدتحك ياه مدتحك خط افراج يا سبحان الله شفت بقى أسلم به تلعى الحل من بعضه حكايتك شبه حكايتي شكلك مش مصدقني رغم أن أنا صدقت كل اللي حضرتك قلته لي هو أنت ليه أسلم بيركب دماغك يعني ومش قادرة تنسى أن أنت ظابت شرطة وأن أنا حد التمرجي غلبان يعني أنت حتى بيه دقت الظلم مش قادر تحس أنه واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوب بيبتول كده برايب يا باش أنا ما بقولش سعدتك اللي باين عليك يعني أن أنت شكك فيه شايف أن أنا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيجدب عشان يهرب ببلوة السودة مش كده يا بيه والله يا بيه ما باجدب عليك واللي حكته لك ده هو اللي حصل بالزبط وبعدين يا سلمبي أنا مش محتاج أجدب يعني عليك بعد كل اللي حصل لنا ده هجدب عليك ليه ده أنت هربان زي يعني مش الزبط اللي بيحقق معي ولا هيزبط عليك الطب والعلمك بقى يا سلمبي والله أنا قاعد معاك هنا بمزاجي مش غزبن عني ولا هممني بقى الطبانجة اللي معاك ولا هببني أي حاجة أنا بس مش عايز أسيبك وأنت عياني بص يا سلمبي طيب يا بيه ماشي أنا أنا هطلع بيه بتنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحاوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش بص اللي أنا عملتلك ده مستهل كده تعمل يعني في صالون ولا فصال عادي ده كان محتاج مستاش فوضة عمليات وتعقيم تنساش تاخد الدواء بيه عن إسمك أنا هطلع أصلي ببراح شوية أصلي ببراح شوية أصلي ببراح شوية أصلي ببراح شوية لازم يرجع كده بضيع حقه يا حاضر يا حبيبتي ما تقلق إيش يا سفر يا رادي موسيقى 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 اطلاقوا مني ولدهول بان صبري حيال ايش لمسك حد فيهم افد آه ساعتك عارف ان ام اتنين مخبرين اللي بيراق بو بيت سليين والقال عمل وعملتهم وجريوه من هنا ورايح تزود الحراسة على بيت سليين وما حدش هو من امه او اخته مفهوم؟ حاضر يا فتح ومين كان في البيت وقت كل ده محاصر؟ ام واخته اه وفي واحدة جاريتهم من زمان اسمها فريدة فريدة؟ اه مش فريدة دي اللي كانت نزلة من عندهم مبارح والمخبرين جابوا نمر تعلمتها؟ اه يا فاني وكانت موجودة في النيابة وقتا مسليم حربتها مين فريدة دي اللي؟ ويحكيتها بالظبط والله هو ده اللي حصل محدش جراله اي حاجة مفيش بس غير ان الشباكك قصر وانا ممشتش غير لما العيال دي مشت من قدام البيت ودلوقتي كمان بقى فيه حراسة حراسة؟ انا السبب في كل اللي بيحصل ده يا حبيبي ما تحملش نفسك فوق طقتك وبعدين انت في ايه ولا في ايه يعني؟ بقولك ايه؟ انا جبتلك انت وابراهيم شوية لبس كده اللي عرفت اتصرر فيه وحطه في شنطة ايتي ما تسعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري اخلص يا علي احنا يا سليم يا فاندي ماله اللي حصل ده كله بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده ليه يا صلاح بي؟ سليم هو اللي اجر شوية بلتاجية عشان يجي وتحجمه علينا هنا في البيت؟ انا مقدر موقفك يا انسة يا سلمة بس ما تنسيش ان سليم هو اللي حطينا وحطكم وحط الدخليها كلها في الموقف السيء جدا ده انت عارفين دلوقت البلد ما بقيتش ازاي زمان خاصة الخير يا صلاح بيه بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا واقولهم حضرتك بس انا ليه اعتاب عندك عندنا ايو بدل ما انت عحطت لنا مخبرين عشان يرقبوني انا وبنتي ويرقبوا اللي داخل واللي خارج كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول انا اسف بواعدك من ده مش هيتقرر تاني انا هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة دي زميلة بنتي وصحبتها من زمان كانت خطيبة سليم طيما انت عارف كل حاجة لازمتها ايبقى لأسئلة لا بس انا مندهش بس انهم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكوا دايما الدرجة انها كانت موجودة معاكوا في النيابة ومهولود ملوش دعوة بالنصيب ولا حضرتك عايز تحكمها بحكم انها بتصون العشرة ربنا ديم المعروف اهلا فكرة لو سليم اتصل بيك بلغين اللي بيعملوا دا كله مش هيجيب نتيجة ولا اسف على المزحك سلام عليكم ماما انا لازم اتكلم فريدة تنبه سليم الراجل دا شكله مش سهل لأبدا او هتحملي كده انتي مسمعتيش فريدة لما قالت ان اخوك بيقول لها انهم راقبين التليفونات او ما هنعمل ايه ماما نفضل قاعدين كده احبا قولك ايه بكرة تروحي لعا الشغل اكيدنك بتزوريها عادي وفاهميها كل اللي حصل بالزمن بحضر ربنا يسطر ربنا يسطر هارض لكم فيديوهات اللي صورها بعض اهل المنطقة استنونا بعد الفاصل عليها النعم الا انت ادمارك هاساسة زي ابوك يا ابني انت صعبان عليك تفرح مصيبة والحمد لله انزحت عايزي تاني مصيبة والنزحت مصيبة والنزحت مع انت تشغل بالك ليه انت عال بارد اصلا لعلمك بقى دي اول مرة في حياتي اتفق انا ولوت فابول مجد في حاجة الحوار ده مش عدي بالسهل يا شادي طب خد خد ولا عدي هتلاقي الحوار عدي على طول لا يا شيخ باخرين فتسيني ايه ده بقى شوية ابوك ولا ايه لا دي امراطي علو ايو لا لا جيد الوقدي حاضر هكلمك اول منزل العربية انجي انا بحبك ايه ايه ابوار ده اترفع وشكلك هتتلق اسوأ ها لا لا يا عم ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخد مخالفة علاية الطلاق ايه ده تامر انت عال برينس ده جواز وعلى وجه عالب اه طبعا انا عبيلتها عشانعمل في نفسي كده الجواز ايه لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك جيغل بانا وطيبة فيه ستة طيبة مع جوزة يا صاحب خلي بدك على نفسك سلام سلام انسى يا حماد انا مش عايز اصهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد يا باشا ساعدتك مش هبان في الصورة كلنا اطالبوا منك انك تشور علي بالنصيح انت عارف نصيحتك بتفرق معي كتير قبل كفارة رايس كفارة دي تقولي عن نفسك كده انت خارج من الاعداء انما انا بخرج معلم عن الحكومة فاهمة بغري فاهمة رايس صح صح كده ماشي اخد لقم دي ماشي الله ارحمك يا نادا الله ارحمك يا عسلية قطعتي بقية يا بيت والله قطعت بقية وربنا اطاعدينا كلها ده يا معالي اقولك ايه ما عربتش الحوار اللي عمل اسطيبين انصارك النيابة حوار ايه يالو ده هو عمل حوار كبير وكان عايز اللبس القديق كلها دوت فابن مد وابنه دوت فابن مد وابنه اه لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده ورسطيني على الحوار من اوله امو الابراهيم فين انا مش شايفة يعني مقموسة ستة العشة مارده قوي عايز نعمله زي اخوي ومتربي معي وبتاع مش عارف عامل له ايه يعني امو بصراحة يا سليم الراجل متسبت للساعات ما عارف ان انت زابط حاول يعني بالراحة عليه شوي بالراحة يا نقصة موحن انا مش نقصة فيه اللي مكفيني مين اللي جاي دلوقتي؟ بقى اكيد الدرايكلين الدرايكليني في الوقت ده اهو متعود يجي متاخر متقلقش طيب بولك ايه اه افتحي له انا هطلع فوق مهما كان مين ما دخلوش يخشوه مش مساء الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة